المتتبعي موقع اليوم 24 مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبدالرزاق الجباري رئيس نادي القضاة بالمغرب لمناقشتي عدد من القضايا المتعلقة بالجسم القضائي مرحبا بك أستاذ جباري أهلا وسهلا زدي عبدالحق شكرا جزيلا بلغينا نعرفه من خلالكم اليوم مرة 12 سنة على تأسيس نادي القضاة يعني شو ممكن تقول لنا على هالتجربة ديال نادي القضاة اللي هي كانت واحدة مرة ديال دستور 2011 اللي أقرأ أو أعترف بحرية تعبير وحرية الجمعيات بالنسبة للجسم القضاة بسبب القضاة كيف تقيموها تجربة ديال 12 سنة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا مجددا على الاستضافة هذه عبدالحق من خلال منباركم القيم اليوم 24 جربة نادي القضاة المغرب في الحقيقة لا يمكن تقيمها في هذه الدقائق يعني هي جربة حافلة بالكثير من العطاءات من المبادرات معلوم أن هذه الجمعية هي جمعية مهنية تدطلع بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية عن حقوق القضاة عن مجموعة المصالح التي يستأهلها هؤلاء القضاة هي بطبيعة هذه المصالح مشروعة كلها تصب في تدعيم وتعزيز استقلالية السلطة القضائية جاءت هذه الجمعية كتمرة لتكريس تعددية جمعوية من خلال دستور سنة 2011 لأن قبل هذا الدستور لم يكن مسموحا بهذه التعددية ولو كان من المسموح تأسيس بعض الجمعيات وكانت هناك بعض التجارب تجربة 2003 يعني ربما الكل يعلم مآلها كان تجربة لجمعية أخرى ظلت هي الوحيدة في الساحة القضائية جاءت دستور 2011 وكرس لهذه التعددية من هنا انبتق نادي قضاة المغرب لمدة 12 سنة وهو لا يعني لا يألو جهدا في الدفاع عن استقلالية القضاء القضاء أو استقلالية القضاء بصفة عامة وكذلك الدفاع عن حقوق القضاء في جبالي كنا تبعنا في بداية تأسيس النادي ترافع حول عدد من القضاء اللي وصل لدرجة تنظيم وقفات احتجاجية باللبس اللباس الرسمي دي القضاء واللي كان غير معهود اليوم مبقاش كيبالينا هذه الأشكال للاحتجاج دي القضاء فقط يعني بعض البيانات بعض اللقاءات شو ممكن لك تقول لنا في النجاح بالفعل هي هو الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية الذي هي عدة أوجه قد تكون عبارة عن احتجاج كما ذكرتم موقفة احتجاجية أو احتصام لأنها في المرحلة السابقة كان نظم هناك احتصام أو احتصامات ربما المرحلة أو المراحل تختلف من مرحلة إلى أخرى المرحلة السابقة التي عاشت مخاض اعداد القوانين التنظيمية لا شك أنها ربما كانت مرحلة متميزة حتى في نوعية الأشكال التعبيرية التي اجترحها نادي قضاة المغرب سي جباري برينا نعرف معك عمل القاضي صورة عمل القاضي تقربنا لصورة عمل القاضي يوميات القاضي يوميات القاضي في الحقيقة يوميات القاضي خصة جلسة خاصة يوميات القاضي أو عمل القاضي بصفة عامة هو عمل مضني مضني بكل ما تحميل الكلمة من معنى القاضي يعمل في المحكمة ويعمل كذلك في بيته القاضي لا يعيش حياته مثل ما يعيشها أيها الناس شرحنا المسألة العدد الملفات العدد الملفات يكفي لأرجعنا ما غير الرقم الذي أعلن عنه السيد الرئيس المنتدى بفتتاح السنة القضائية مثلا الرقم يعني عدد الأحكام أو عدد القضايا المحكومة فاقت ربعات المليون حكم في حين شحال عدنا من القاضي عدنا ربع آلاف عدنا ربع آلاف لحيدنا من القضايا ألف ديال النياب العامة كيف يقولك؟ كيف يقولك تلتلاف ديال الأحكام تلتلاف الأحكام فيهم كيلي ملحقين في إدارات يعني في الإدارات ديال الدولة بالتالي ما كيحكموا ما ولو فيهم قضاة التحقيق لأن الأحكام المعلنة عنها أرى الأحكام البتة في الدعاوة وليس مثلا الأوامر ديالقاضي التحقيق فيهم يعني تخصصات أخرى النسبة للأحكام التي يصدرونها تكون قليلة إذن إذا ما أدخلنا كل هذا في الاعتبار راكبان على أن العمل فعلا عمل مضني المعدل المعدل 1500 في السنة في حين أن الرقم أو المعدل الدولي لا يتجاوزه 480 في السنة بنسبة تقريبا 11 ملف في الأسبوع بالنسبة لأننا في المغرب لا يمكن قوله 15 ألف حفوا 1500 حكم في السنة تقريبا في الأسبوع تفوق المئة حكم وكي ينقضات الذين يصدرونها أكثر من 150 حكم في الأسبوع أسمح تستجبالي كيف يمكن القاضي أنه يطالع الوتائق الملف وحصل القضية ويحرر الحكم فيما بعد ودى الحيثية دياله وهذا الوتيرة وهذا العدد الكبير دي القضية أمان هنا هذا هو مربط الفرس ودائما النادي قطة المغرب كان يرافعه من أجل التخفيف عن القاضي مثل هذه الأعباء على الأقل فيما يتعلق بتحرير الأحكام القاضي في خضم هذه الأعباء يتولى دراسة الملفات وثقة بوثقة رغم كترة تلك الملفات يعني يجهز الملفات التي تكون جاهزة بالقانون مهما بلغ عددها وقد تكون مثلا أو تبلغ في جلسة واحدة مئة وخمسين مئتين تلثمية ملف ركينا بعض الشعب وبعض القضايا التي يكون الملفات الجاهزة مئتين ملف ركي لك تدخل التأمل إذا كتدخل التأمل يحررها في أسبوع إذن كيف سيوفق هذا القاضي بين منطق الكم ومنطق تحقيق العدالة والإنصاف بطبيعة الحال بطبيعة لا شك في ذلك لأنه في نهاية لا شك في ذلك سيؤثر على جودة الأحكام وسيؤثر حتى على جودة العمل بصفة عامة مثلا أغلب ما أقولش أغلب القضاة وإنما في أعريضة من القضاة تشتغل كثيرا خارج أوقات العمل مثلا كي يخرج مع تناشر الليل يدخل مع تمنية ونص في الصباح المحكامة ويخرج مع تناشر الليل هذا شيء لا المواطن ولا من يقوم بمراقبة وتقييم عمل المحاكم وعمل القضاة ربما ما يحسش به إذن كيف في هذا القاضي هذا يعني مكلف بهذه الأعباء كاملة ونطالبه ربما بأن يكون ميتاليا أكثر من الميتالية يعني كم نحتاج عدد القضاة اللي كنحتاجهم بش يمكننا نكونوا في واحد مستوى دي المعايير لدي الإنتاج أحكام بجودة في مستوى معايير حسب الرقم الرسمي قيل أنه نحتاج إلى ألف قاضي في رأيك هذا كافي يعني ألف قاضي قد يكونوا كافيا إذا ما وزعنا الشعب والمواد توزيعا عادلا وعقلانيا بين القضاة القضاة اللي كيتخرجوا سنويا؟ على حسب 200-250-180 على حسب عدد المناصيب على حسب عدد المناصيب المخصصة للقضاء في جبالي كنتوا في النادي ترافعتوا على موضوع دي الأجور دي القضاة وش اليوم كنا نقولوا بأن أجور القضاة وتعويضاتهم مرضية؟ فعلا كنا ترافعنا على هذا الميل في هذا وكان ترافعنا يعني أتى أكله كما تعلمون كانت واحدة زيادة على مرحلتين في أجور القضاة هذا شيء كان في سنة 2014 اليوم الآن نحن في 2023 ومستوى المعيشة في المغرب تغير نحو الارتفاع التدخم في المغرب ارتفع بشكل مهول إذن من هذا المنطلق إلى أنظرنا للأجور القضاة من زاوية تحصينهم وتدعيم استقلاليتهم وتحصينهم عن كل المؤثرات الخارجية المالية والاقتصادية وغيرها بطبيعة الحال لهذه الأجور هي غير كافية غير كافية لأن معلوم أن القاضي في بداية ما صاره وفي بداية حياته المهنية ربما هو يكون في أمس الحاجة لأجرته تحصنه وتحصن استقلاليته بشكل نضمن معه أن يكون نوعا ما قويا أمام مختلف المؤثرات والضغط ما بمثبت للتعويضات عن الساعة الإضافية أو الأعمال التي تكون خارج أوقات العمل للأسف القضاة منذ الاستقلال إلى الآن وهم يقومون بأعمال إضافية يعني مضافة للعمل لهم الأصلي وما كان عندهم كتش تعويض إلى أن رفع نادي قضاة المغرب عن ذلك في إبان إعداد القوانين التنظيمية السارية المفعول الآن وبالفعل كان هناك واحد المكتسب أقرت تلك القوانين التنظيمية مبدأ التعويض ولكن كان هذا التعويض من حيث نطاقه الموضوعي كان مقتصرا فقط على بعض الفئات في حين أن هناك فئات عريضة من القضاة تشتغل خارج أوقات العمل ولا يشملها ذلك التعويض ناهيك عن الطريقة التي حددت بها المبالغ يعني الواجب تعويض القضاة بها في المرسوم الخاص بها لم تكن هناك مقاربة تشاركية وبالتالي كانت على حسب إشكال هذا إشكال واقعي مثلا التعويض عن الديمومة كما قلت منذ الاستقلال كانوا قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة يؤمنون عمل المرفق خارج أوقات العمل بدون التعويض إلى أن جاهد القانون من لي جاهد القانون أحال على مرسوم لتطبيق هذا القانون جاهد المرسوم ما كانش فيه مقاربة تشاركية جات تتفاجأنا واحد المقتضى شنوى المقتضى؟ هو أنه يعوض النائب المداوم أو قاضي التحقيق المداوم فقط في يومي السبت والأحد في حين أن الديمومة تبدأ عند هذا القاضي من يوم الاثنين لأن من ربعة ونص الفوق كتبت الديمومة يخدم للكامل ويتلقى الاتصالات الضابطة القضائية كيف يعطيهم تعليمات زيد على ذلك إشكال هذا آخر هذا إشكال في حقيقة ما عنده على قابل المرسوم هذا إشكال يعني إشكال عملي عملي يومي طرحناه مع الجيهات المسؤولة هو أنه تلقى قضاة النيابة العامة يؤمنون المرفقة من الثنين مع الثمانية ونص حتى الثنين مع الثمانية ونص للصباح يخدم ربعة وعشرين ساعة لا ربعة وعشرين ساعة بالإضافة للمهام المكلف بها طيلة النهار هذه مسائل مرهقة كيف لي واضع هذا المرسوم لم ينتبه لهذا الأمر إذن كيف واحد ختمه أسبوعه جعكام عنده بيرمانوس وانتك تعطيه يومين وهناك إشكالات أخرى إشكال المبالغ وش كافية ولا غير كافية كيف المرسوم توخصوا حلقة حلقة خاصة لوحده نعم السيد جباني من يتعلق بالقوانين التنظيمية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية كل ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية هل هذه القوانين التي صدرت معظمها هل يمكن أن نقول بأنها تضمن فعلا استقلال القاضي هي قوانين كيفما كان الحل يعني يتعين علينا أن نعترف بأنها قوانين جيدة جيدة نسبيا جيدة في الكثير من المقتضيات ولكن ربما في بعض المقتضيات لم يكن المشرع موفقا في إقرارها لماذا؟ لأن هذه المقتضيات ربما إذا ما محصناها بشيء من الحصافة سنجدها تشكل ربما مدخلا من مداخل التأثير على القضاة ما يتعلق بالنقطة التي سبق لكم ترتوها في النادي وهي تقييم القضاة ونقلهم مثلا تقييم القضاة تقييم القضاة في إبان إعداد هذه القوانين هو النظام الذي كان معمولا به وكان نظام التنقيط وليس نظام التقييم النادي طالب باستبدال هذا النظام بين نظام آخر يروم إلى تقييم القاضي بدلا من تنقيطه مزيد القانون قانون التنظيمي جاءنا بنظام مختلط أو نظام هاجين هو سماه بتقييم القضاة ولكن في عمقه هو نظام للتنقيط أو يمكن القول أنه جمع بين التقييم والتنقيط إحنا الإشكال لدينا فيه إحنا الإشكال لدينا في التنقيط لأن مثلا المسؤول القضائي عندما يقيم القاضي في تقرير التقييم أو نشرة ما يسمى بنشرة التنقيط في النهاية ذي النشرة يطالب منه أن يقترح يقترح طبيعة الترقية لهذا القاضي هذه اللي كنسميه وحنا النقطة هي على ثلاثة إما يعني الترقية سريعة متوسطة بطيئة هي اللي كنسميه وحنا ثلاثة على ثلاثة إلا كانت سريعة ثلاثة على ثلاثة إلا كانت متوسطة جوج على ثلاثة إلا كانت بطيئة واحدة على ثلاثة الإشكال هو أن المسؤول عندما ينقط لهذا القاضي السؤال المطروح هل المجلس الأعلى للسلطة القضائية يراجع هذه النقطة في غالب الملفات اللي وقفنا عليها واللي رصدناها المجلس يتبنى نقطة المسؤول هذه نقطة المسؤول قد تشكل مدخلا للتأثير على هذا القاضي لأن المسؤول في نهايات المطاف هو مسؤول عن إدارة قضائية والقاضي في عمله القضائي هو مستقل حتى عن مسؤول دياله في المحكامة يعني هو مستقل على الإدارة القضائية قد يقع بينهم شناء حول ملف من الملفات قد ربما يختلفون أو يختلفان من حيث في وجهة نظرهما حول قضية من القضايا ولن نتجارب في هذا الموضوع هناك العديد من القضايا الذين كانوا ضحايا للتقييم الغير الموضوعي ومسوا في ترقياتهم ليومنا هذا ليومنا هذا مسوا في ترقياتهم هناك سلطة لرئيس المحكمة على انقوضات ما يتعلق بالتنقيط وهذا الشيء كتاب ربما يمص استقلال القضايا بطبيعة الحال كان نادي القضايا المغرب كان يقترح أن نعتمد نظام التقييم ونحيضه نظام التنقيط وكان يطالب ولكن هناك معايير محددة ما يتعلق بالتنقيط نسميها المؤشرات لا لا هذه التقييم هناك مؤشرات تقييم مثلا الهندم القضايا سلوكه مع زملائه سلوكه مع الموحيطة له طريقة عدد القضايا أي مؤهلاته الشخصية جودة الأحكام طريقة سيره للجلسة سرعة البت هل يمدد الأحكام أو لا يمددها هذه مؤشرات تقييم ولكن في اختتام التقرير كان تحول من التقييم إلى التنقيط راي قدر يكون عندك تقييم زيان يجي يقول لك أنك قطرح المتوسط هو عاي يضيع لك ستشهور ديال الترقية زملائك في فوج كيترقاو وانتك تبقى بلا ترقية حالي الإشكال اللي عدناه هو أنه حتى ما رصده النادي أن أغلب المتضررين من التنقيط كانوا قضاة نزهاء أكفاء يقومون بواجبهم يعني بشكل جيد جدا أتذكر هنا اسمح لي إلى الاستطراد لا كين تظلم وأنك تدير وحد المستارة للطيلة على نشرة التنقيط كتطال على النشرة ويمكن لك تظلم داخل وحد الأجل المعين ولكن السؤال المطروح هو المجلس كيف له أن يتعامل مع نشرة التنقيط للمجلس هو يفتقد المعطيات اللي بنعليها المسؤول الآن في المشروع الذي أصبح الآن قانون ننتظر المحكمة الدستورية أنت بدأت في مدى دستوريته ربما في هذه الأيام نوعا ما تدارك هذه المستارة نوعا ما تداركها وربما رجع الآن هذا المشروع رجع إلى ما كان قد اقترحه نادي قضاة المغرب في السابق خصوصا في حدود إتبات بعض المعطيات التي يعتمدوا عليها المسؤول في التنقيط يعني ولا داير واحد الميلف ده بل النص أن الميلف تقييم كيكون عند المسؤول القضائي ميلف للتقييم وعاد تقرير التقييم لوحده التقرير كيمشي المجلس الأعلى السلطة القضائية والميلف اللي كيبقى ممسوك عند المسؤول القضائي كتكون فيه تفاصيل معطيات تفصيلية لذلك التقييم المضمن في التقرير وبالتالي أن من بعد لقرتي تظلم المجلس اللي بغيبت في التظلم ديالك يمكن له يطلب هذا الميلف ويتطالع ويشوف واشا كين إتبات على هذة يعني الأمور المنسوبة للقاضي أولا ما يتعلق بالانتدابات أو النقل يعني ما كيف يمكن أن يمس هذا الأمر النقل ما كنا طالبنا به هو أن لا نفتح المجال أمام النقل إطراء الترقية ولسدي الخصاص بالخصوص لسدي الخصاص لمن فتحوش المجال واسع أمام هذه الألية خصوصا أنها استثناء وهي استثناء حتى بموجب قرار المحكمة الدستورية الصادر في سنة 2016 قاضي من محكمة إلى محكمة أخرى في مدينة أخرى قد تكون النقل هو نقل قاضي من محكمة إلى محكمة أخرى هذا النقل حسب الدستور القضاة محصنون من النقل إلا طبقا للقانون إذن الإحالة تكون على القانون القانون هو الذي يحدد لنا حالات النقل الأصل في نقل القضاة تدعيما لإستقلاليتهم وتعزيزا لإستقلاليتهم هو أن يكون النقل بناء على طلب كتبقى الحالات الاستثنائية هي النقل إدراق ترقية يعني واحد ترقى مليكي ترقى المجلس يمكنه إما يخليه في بلصه وإما ينقله على حسب الحاجة في المحكمة اللي غادي ينقله لها أو النقل لسد الخصص ولكن ما نلاحظه يعني كنادي قضاة المغرب وهذا ضمنه في بلاغتنا وفي تقاريرنا وفي كل وثائقنا منذ التأسيس إلى الآن هو أن الاستثناء أصبح قاعدة والقاعدة أصبحت استثناء النقل لسد الخصص أصبح كثيرا جدا وهذا من شأنه أن يؤثر ليس على استقلال القاضي فقط وإنما حتى على استقراره الوظيفي والاجتماعي ومعلوم أن هذا الاستقرار قد يرخي بضلاله على استقلالية حتى القاضي والذهن دياله وصفاء ذهنه في بيته في الملفات المعروضة عليه وعاد جانب آخر وأنه القاضي عندما يكون مثلا يعني يحس بأن استقراره الوظيفي مهدد بالنقل في أي لحظة ربما قد لا يستطع قد لا يستطع البت بشكل يعني مريح جدا في بعض القضايا التي يكون أطرافها مثلا إما من أصحاب النفوذ أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد تشكل تأثيرا على القاضي وهذا واقع هذا يقدر يكون لأن القاضي في نهاية المطاف هو إنسان أستاذ جبالي يعني هناك من يقول بأنه اليوم المغرب هو أرثى دعائم استقلال السلطة القضائية يعني بشكل حقيقي ولكن هناك إشكال مطروح على مستوى استقلال القاضي من كل المؤثرات الخارجية فهناك من يقول بأنه استقلال القاضي هو مرتبط بشخصية القاضي وبدمير القاضي ونحن نتابع عدد من القضايا وحتى تصورات الناس حول القضايا وحول الجسم القضاء اللي فيها نوع من السلبية يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر شوف أزدي عبد الحق أنت تفقوا على أن الاستقلال المكرس حاليا هو الاستقلال المؤسستي هذا لا نختلف حوله يك إذا الاستقلال دي القاضي هو ما كنا نتحدث عنه قبل قليلا هي هذه المداخل التي من شأنها أن تؤثر على هذا القاضي القضاء القضاء ليسوا كلهم على درجة واحدة من الجرأة من القوة من التقافة من 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 إلى آخر الأمور التي قد تؤثر في عقلية القاضي عندما يكون أثناء بته أو عندما يكون يبت في ملف من الملفات أو في ملفته بصفة عامة إذن يتعين علينا نحن كسلطة شريعية كسلطة تنفيذية التي تضع المشاريع القوانين أن تراعي هذه المسألة وأن تحصن استقلالية القاضي أولا ومن بعد متحصل استقلالته من بعد إلى كما يقولون لا يفرط يكرط كين المحاسبة كين المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقريبا في كل دورته يبدو في ملفات تأديبية تتراوح هذه الملفات بينما هو خطأ مهني بينما هو مسائل مرتبطة بالتخلاق وما إلى ذلك إذن هي المحاسبة كين ولكن نحن كالمشرع أو السلطة التنفيذية ماذا قدمت بهذا الخصوص سيد جبالي اليوم القاضي هل يشعر بأن لديه ضمانات قوية في حالة ما إذا تعرض إلى أي تأثير محاولة تأثير أو أي ضغط في أي ملف أنه إذا اشتكى أو إذا اتخذ موقف المؤين فهو لديه ضمانات قوية في حالة ما الإشكال في أن تتراح هو قد يكون هناك تأثير ولكن كيف لهذا القاضي أن يثبت هذا التأثير لأنه التأثير فالتأثير لا يمكن أن يكون إلا في الظلام لا تصور أن شيء واحد يتصل بالقاضي ويقول له دير ودير ودير لكن هناك شيء تأثير أو شيء ضغط لا يكون بطرق غير مباشرة كيف لهذا القاضي أن يرفع أمر هذا التأثير إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية لكي يوفر له الحماية ويحمي استقلاله ما عنده كيف يدير من ناحية الواقعية ما عندنا كيف يديره هذا كنت تكلم عن القاضي الذي عنده شخصية ديله ويحمي استقلاله أما القاضي الآخر الذي لا يعني ما عنده ما يمكن نقوله وشكين شيء قاضي ما عنده شهد ما قدرش لأنه شوف أنا ونكون نتكلم عن أننا رئيس جمعية رئيس جمعية يعني عندنا شبكة تواصل في تقريبا المحاكم كاملة ونقوم بمهام الرصد لمثل هذه الأمور لا يصعب علينا ما يمكن لك تقول هذا القاضي هذا قوي أو شجاع وهذا لا هذا قادر يقاوم تأثير وهذا ما قادرش هذه مسائل صعيبة نحسمه فيها كما هو مثلا الشأن بالنسبة للتخليق للتخليق راه ما يمكنش راه المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يبدو في القضايا التأذيبية للقضاء ما يقدرش ما عندهش استطاع عاقل أنه يعطيك وهذا الرقم واضح ومدقاق ويعني واضح حول مثلا نسبة مثلا بين قوسين الفساد إن صح التعبير في جسمي القضاء ما يمكنش ولكن هناك مؤشرات المؤشرات اللي يمكننا أننا نعتمد عليها اللي هي مؤشرات عقلانية واقعية وموضوعية هي نسبة الملفات التأذيبية التي يبدو فيها المجلس بخصوص في هذا المجل هذا ديال التخلاق عندما نعود إلى هذه الملفات مثلا أنا نسيت العدد الذي أعلنه السيد رئيس المنتدب في افتيتة حسن القضائية أعتقد شيك دو عشرين ملف مليكة جي تشوفها ركت لقيا واحدة الخمسة الملفات والاربعة الملفات هي المتعلقة بالتخلاق البقية كل أخطأ مهنية وإن كنا نحن في نادي قوضة المغرب نعتبر حتى الأخطأ المهنية هي من مجتملات التخلاق يعني هو التخلاق ليس فقط ينحصر فقط في النزهة وإنما هو حتى في الاستقلالية القاضي الذي مثلا في حالة ما إذا كان هناك قاضي يتنازل عن استقلاليته فرعا نحن نعتبره أنه يعني مس بمنظومات ومبدأ التخلاق تلعب الجمعيات العمومية في المحاكم أي دور في مجال لمناقشة هذه القضايا وتعزيز سلطة واستقلالية القاضي في المعلمة وستوى المحكمة للأسف الجمعيات العمومية في المغرب لا تنقش مثل هذه القضايا يعني ضلت حبيثة المهام الكلاسيكية ديالها اللي هي توزيع الأشغال والجلسات على القضاة فقط في حين أنه كان العديد من القضايا بما في هذه القضايا التي نتحدث الآن عنها مسألة ذي التخلاق مسألة ذي التحسيس مسألة ذي التأطير يتعين أن تعالج في الجمعيات العمومية ولكن حتى المهام التقليدية ديالها دابا الآن أصبحت في خباري تقريبا في خباري كان خصوصا بعد صدور قانون التنظيم القضائي الذي سحب من الجمعيات العمومية مهام توزيع الأشغال على سبيل الإقرار والقرار اتخذ القرار لأنه كان فيما ماضى كانت الجمعية العمومية ولو أن الفصول ما كانتش واضحة كانوا أحد الفصل اليتيم هو الذي ينظمها ما كانش واضح ولكن كان هناك وحد تأويل ديمقراطي حتى من قبل السيد وزير العدل يعني الأسبق الأستاذ مصطفى الرويد كان أصدر مذكرة لأستاذ المسؤولين القضائيين يوصيهم من خلالها على إعمال المقاربة التشاركية في الجمعيات العمومية وضم قراطتها وفتح المجال للقضاة من أجل مناقشة مثل هذه القضايا ومناقشة توزيع أو برنامج توزيع الأشغال والتصويت عليه والتصويت عليه للأسف الآن ربما لا ليس هناك مشيعة تبقى فقط وحد العبارة تقول مناقشة ولكن المناقشة ماذا ما كانش الذي يقرر الآن هو مكتب المحكامة مكتب المحكامة يتكبر من عائس المحكامة ووكيل الملك لديها وكبير أو لا أكبر القضاة وأصغر القضاة وهذه التشكيلة هذه لا تلبي يعني مبدأ المقاربة التشاركية في تدبير المحكامة وبالتالي ونحن في النادي نعتبر أن الجمعية العمومية هي القطب الذي تتمحور حوله استقلالية السلطة القضائية واستقلالية القضاة واقعيا على أرض الواقع ومحليا لأنه كان ربما الاستقلال المؤسستي وكان واحد نوع من الاستقلال مركزي ووطني وكان المحلي المحلي هو الذي يلامس جوهر الإشكالات والذي يلامس حقوق المواطن بشكل مباشر نعم سيجباري في ختمة اللقاء أريد أن أقول لك على الاجتماعات التي كانت لكم مؤخرا سواء مع رئيس المجلس على السلطة القضائية أو مع رئيس النيابة العامة ماذا تدولتم في هذه اللقاءات وما هي مخرجاته؟ كان لدينا اجتماعين اجتماع مع اللجنة المنطقة المنطقة عن المجلس على السلطة القضائية المكلفة بالتواصل والحوار مع الجمعيات المهنية هذا الاجتماع كان استجابة لطالبنا نحن من طالبنا بهذا الاجتماع للتواصل أولاً مع المجلس ثانياً لطرح العديد من الإشكالات والإكرارات المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وبحقوق القضاء خصوصاً أن قبل الاجتماع كان النادي قدم عدة مذكرات وكتب يترافع فيها عن العديد من القضايا المتعلقة بما نتحدث عنه الآن في إعلان كان الاجتماع في الحقيقة في ظروف جيدة تطبعها أو يطبعها نوع من الشفافية لأن حتى النادي لا يعرف إلا الخطاب الصريح وشفاف بطبيعة الحال بأدب يعني كان هناك عراف كان هناك تقاليد المجلس كذلك كان منصطاً كان منصطاً جيداً وتلقف ما قدمناه له من معطيات من مطالب من مقترحات هي الآن قيد الدراسة حسب ما أخبرونا به في يعني أثناء الاجتماع في اختتام الاجتماع لأنها ستكون كلها محل دراسة الأمور اللي قالوا غادي يستجبو لها غادي يستجبو اللوعي خبرونا المسائل اللي مثلاً فيها نقاش غادي يبقى فيها نقاش مسائل اللي ربما خصشي توضيح تكملي غادي يطلبوا مننا توضيح غادي يعني نقوم به كذلك من بعد كان واحد الاجتماع مع السيد رئيس النيابة العمى تهوى تقريباً في نفسي الإطار إلا أنه خص قضاة النيابة العمى بالمحاكيم بالعديد من الإشكالات والإكرهات التي رفعناها إلى السيد رئيس النيابة العمى كذلك اجتماعنا مع السيد رئيس النيابة العمى كان اجتماعاً يعني تطبعه الصراحة من الجانبين هذه الحقيقة كان تطبعه الصراحة من الجانبين كان اجتماع مسؤول اجتماع لامسنا فيه نوعاً من الجدية كان شيء أمور في نفسي الجلسة السيد رئيس النيابة العمى اقتنعاً بوجهة نظرنا وتبنىها كان شيء أمور اللي ربما ما تبنىها شخصة نوعاً من الإنضاج والترافع الزائد باش نحاول مأمكان قنعه على العمومية هذه جسور التواصل مع المؤسسات القضائية المركزية كلها مهمة ولن تصب إلا في مصلحة القضاء ومصلحة ديال البلاد بصفة عام وهذا هو ما نرجوه يعني كجمعية ما نرجوه إلا هذا هو أننا نحاول مأمكان نخدم يعني بلادنا بهالطريقة من وجهة نظرنا قد يختلف معنا طرف أو طرفين أو أكثر من طرفين ولكن يعني وجهة نظرنا دائما نؤسسها ونؤيدها إما بمقتضيات من الدستور أو الإعلانات الدولية والمعايير الدولية للدستور بطبيعة الحال هو دائما يقدمها عن حتى القانون الداخلي عند التعارض وكذلك بالتوجهات الملكية السامية المبتوتة في العديد من الخطاب الملكية والرسالات الملكية وما إلى ذلك من المرجعيات الوطنية والدولية في أبرزاق جباري شكرا جزيلا لك على تقبل الدعوة وإجابة عن أسئلات اليوم 24 إلى هنا متتبعي موقع اليوم 24 ننتهي هذا اللقاء وإلى موعد آخر بإذن الله ترجمة نانسي قنقر